بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم حبايب المتابعين طبعا كنت تصفح صراحة مواقع فيسبوك وبعض المواقع متخصر التكييف وجدت هذا المنتج صراحة شي مهم وممكن تستفيدين منه صراحة هذا نوع للاسطح القير مستوية أو قاعدة خلنا نقول قاعدة الأسطح غير مستوية طبعا الأسطح غير مستوية من المهم جدا أن تكون عندك صراحة أو يكون الجهاز مستوي وليس مائل لا الأمام ولا للخلف ولا على اليمين ولا على الإسار لأن هذا الميلان للأمانة رح يأثر صراحة على ضاقط وممكن المروحة أيضا والأشياء الميكانيكية لأنه رح تكون أو رح يكون الحمل صراحة في جهة وحدة عكس الجهة الأخرى اللي ما رح يكون عليها حمل وبالتالي ممكن رح يتلف معاك الجهاز بعد فترة من التركيب فالأخوان اللي عندهم أسطح مائلة أو قير مستوية ويحبون يركبون مثلاً أجهزة تكيف فوقها سواء كان السطح هذا عبارة عن ما عرف هذا شو يسمونه صراحة ممكن يسمونه كربستون ممكن مزين أو سمنتي مزين وتبغي تركب عليها أو خرسانة يعني تبغي تركب عليها مثلاً جهاز تكيف والسطح هذا غير مستوي فالأفضل أنك تأخذ نفس هذه القواعد للأمانة هذه القواعد تأخذها مزين وتركبها في هذا السطح وبالتالي رح يكون عندك الجهاز مزين مستوي بشكل سليم مزين ممكن بعض القواعد رح يجي فيها كتيب للتركيب تلاحظون ستيب ون طبعاً هذا الشكل كامل مزين خطوات التركيب ستيب ون قاعدة في الأسفل وبعدين هالقاعدة يعني الفريم الأساسي مزين القاعدة الأساسية بعدين رح تركب قواعد الميلان أو التعديل وبعدين رح تركب عليها الجهاز طبعاً وأيضاً في شركات كثيرة طبعاً تلاحظون أن هذه القواعد ممكن رح تسمح لك بتعديل درجات التركيب لهذه الوحدة مزين بحيث أن تكون الوحدة مستوية صراحة حتى لو كان السطح مائل مزين تلاحظون أنا أعطيكم طبعاً هذه الصور كلها جمعتها من عدة مواقع من بهذا الشكل تركب يعني تشوفون درجات سواء كان السطح مستوي أو مائل أو يعني تحتاج أنك تعدل فيه الأمانة رح يعطيك مستويات من التعديل طبعاً هذا المسمى ما لها Brackets for Air Condition ممكن تكتب Adjustable Brackets ممكن تكتب Adjustable Brackets أوكي Outdoor Unit الوحدة خارجية بالإنجليزية رح تحصلها Adjustable Brackets for Outdoor Unit زين تلاحظون هذا طبعاً هذا الشخص اللي شفت عنده هذا المقطع صراحة لكنه ما يشرح عن Brackets لكن يشرح عن شيء آخر فعجبني الشكل ما لها صراحة جميل جداً وممكن وهذا بعد أيضاً نوع آخر تلاحظون شكله كيف جاي بطريقة أخرى صراحة أنواع كثيرة فأنا أنصح يعني الأشخاص اللي حابين يركبون وحدات تكيف من زين على أسطح غير مستوية الأفضل أنهم صراحة نشترون مثل هذه القواعد من زين هذا القواعد رح تسمح لهم صراحة بتعديل وضع الجهاز بحيث أنه يكون مستوي من زين ما في أي ميلان مثل ما قلت لا يمين ولا إسار ولا أمام ولا خلف للحفاظ صراحة على الوحدة من التلف أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في صالة هذه المعلومة ونلتغي إن شاء الله معكم في مقاطق أخرى متعلم مع جمال إذا أعجبك المقطع لا تنسى الإشتراك وبدأ العجاب وأيضا النشر محباكم شوفكم على خير إن شاء الله صلى الله عليه وسلم